أرحب بكم متابعين الأوفياء وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله هودين فيديو جديد ووصفة جديدة سنقترح لكم غاتو غلاسي موس ديال الشوكولاتة بتزيل اللي بسيط وراقي في نفس الوقت وأكيد سنحضر معكم غلاساج أسود ميروار كي يجي لامع بزا بزا وكيف العادة سنبدلو يعني ولا سنعودو الطبقة المقرمشة بالقرقاء ولا بأي نوع المكسارات عندكم توفر في البيت ديالكم وكيف العادة كنرحب بالناس لي الله نضموا القناة باش يشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بارتاجي ولاشين مع الأهل والأصدقاء والمعارف ديالكم وكيف العادة دعمونا بزر لايك للي إيجاب باش هكذا الفيديو كيتلونساند أكبر عدد من المتابعين هكذا كتحبزوني نعطيكم وصفات لي كتكون سهلة اقتصادية وفي المتناول وفي نفس الوقت كتعم الفائدة إذن كيف العادة ما تمشي وفين خليكم معايا باش تشاهدوا معايا الوصفة من الأول حتى للآخر مع جميع المراحل ديال التحضير مع المقادر والطريقة وجميع النصائح باش نجح مع كل وصفة كيف هو لفتكم دائما على بركة الله أحبكم متابعين الأوفياء مرة أخرى وغاديم دول صفاتينا على بركة الله اللي غادي نحتاج فيها استادية البيضات كبار من الأفضل يكونوا بحرارة المطبخ غادي نحتاجوا بول يكون ناشف يعني من الأفضل ما يكونش فيهم قطرة ديال الماء وإلا كان فاحنا كنشفوهم مزديا بالقطرة ديال الخلي هكا وكان خدمو بيهم فأنا بالنسبة لي اصفصلت السفار عن البيض يعني بالنسبة لهذه الوصفة هذي يعني في كل فيديو ولا كل وصفة كنحضر معكم إلا كان بغي نعطيكم وصفة ديال الجنواز اللي كتكون مختلفة على الفيديو اللي سبق لي درجت معكم في القناة إذا كيفما غادي تلاحظوا استادية البيضات كبار من الأفضل ويكونوا بحرارة المطبخ غادي نضيف عليهم استاد المعالق ولا السبعة ديال المعالق كبار ديال سكر ساندة ما يعادل 150 جرام كان أعطيكم بالملعقة أكيد وكان أعطيكم القياس بالقرامات للناس اللي ممكن تسفروش على الميزان فبنسبة للطراب يعني درت في القبصات الملحة وطربت هكا الخليط مزيان مزيان فبنسبة هنا في هذ النقطة هذي ممكن أنكم تطربوا البيض هو اللي هو مع شوية ديال الملحة مباشرة تطربوا يعني بالطراب ما كان حتى شي إشكال أما إلا خدمتوا بحالي خدمت أنا فأكيد ستغطلوا رجلين ديال الباطور هكا مزيان مزيان غادي تنشفوهم بعد غادي تلعو بيهم بايات ديال البيض فهنا ضفت معكم ربعات لمعالق ديال زيت نباتية مع ربعات لمعالق ديال الحليب يكونوا بحرارة المطبخ كندمجوهم مع بعدياتهم وكنطربوها كشوية ومن بعد كنديرو السد معالق ديال طقيق مع معالقة كبيرة ديال كاكاوما الأفضل يكون نوعية جيدة إلا كنتوا غديروا لجنواز ديال كوم بيضاء فأكيد غديروا سبعة معالقة ديال الطحين ما يعاديل 150 جرم حتى 180 دائما القياسات بالملعقة وبالقرام غد نخليها لكم في صندوق الوز باش غدت نجح معاكم الوصفة ديال كوم كننحضروها كاو ولا كنضيف لها نص خمارة ولا معالقة صغيرة ديال خمير الحالويات كيف ما غدت تلاحظوا فأنا ضفت هاد الكاكاو هادا ما كانش يعني كاليتي ولا ما كانش نوعية جيدة لذلك فأنا زدت ساشي ديال كاكاو من الأفضل أنكم ديروا جو ساشي ديال كاكاو نوعية جيدة فيكون أفضل إلا كنتوا غدت حضروا لجنواز ديال كوم بلنك هادية الشوكولاتة إلا كنتوا غدت حضروها أكيد بالفانيليا فأنتوا ما كتخليوها بيضاء كتعودوا لمعالقة ديال كاكاو بالمعالقة ديال الدقيق هنا إلا لاحظوا فأنا غادي نجمع الجوانب ديال خالي ديالي وغاد نخليه إعلاجا بعدما نطلع البيض ديال البيض مع قبصة ديال الملح كيفما قدت لكم فالنسبة كيفما قدت لكم في البداية ديال الوصفة ممكن أنكم تسبقوا هذه المرحلة هي اللولة أنكم تطربوا البيض الدقيق مع قبصة ديال الملح وكتخليوه إعلاجا بدك ساعات ما كانحتاشي إشكال وخرا ما تغسلوش يعني ليددين ديال الباتور ما كانحتاشي إشكال هنا من بعد ما كنحصل على الخليط ديالي على الشكل هذا فانا كنبدأ نضيفه على الخليط الاول دائما بحركة دائرية دائما كنخدمه الجينواز يعني من التحت للفوق هكا باش ما كنطيحوش يعني ذاك البيض اللي طلعنا وما كنطيحوش الكميات الهواء اللي دخلنا في الخليط ديالا جينواز ديالنا ان شاء الله غدي نخلي لكم جميع الوصفات اللي سبقلي يدرج سواء ديالا جينواز بميكسو ولا بأي حاجة سبقلي يدرج معكم في القناة غدي نخلي لكم الروابط ديالفيديو ياتباش هكا اللي عجباتوشي وصفة فكي سهل عليه انهو يدخل يشوفها اذا هنا انبعد ما كنستمر في هاد المرحلة هادي فاكيد كنشعل الفرن اللي كتكون هكا الحرارة ديالو على ميتين درجة بنسبة الفرن كهربائي لكنطي نار ديالو قليلة كان فرن ديال الغاز على نار اللي كتكون متوسيطة من اللي تحته من الفوق فرن كهربائي مية وتمانين ولا ميتين على حسب الفرن دائما فلاطة اللي انفرشافة بكويسون كنديرو هكا الخالد ديالنا كنوزعه بشكل متساوي كنخبطه اللاطة ثلاثة ديال المرات كياخد معانا ماكسيمو حتى الـ 12 حتى الـ 15 دقيقة ما كيتعداه هاش هنا يلا لاحظون بعد ما طابت لاجينواز ديالي فانا ارشيت بدل سكار غلاسي فانا درت الكاكا ولانا عندي لاجينواز بالمضاق ليا الكاكا واللي غيدير لاجينواز اكيد بيضاء فهو غيدير لها سكار غلاسي باش غدي يقلب عليها هنا من بعد ما حيت هكا بابي كويسون فانا غدي نخلي اللاجينواز ديالي حتى تبرد مزيان 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 مباشرة غدي ندوز نحضره مع بعض الغلاساج الاسود اللامي اللي غدي نحتاجوا فيه 140 جرام ديال الكريمة اللي كنردوها فوق النار غير تسخون يعني ما تغليش هذي نقطة مهمة في كاسرو الوحدة اخرى غدي نضيف معاكم 200 جرام ديال ساندة من الافضل تكون رقيقة يعني هذي نقطة طويلة كانت عندنا ساندة مخلطة بعض المرات كيكون عندنا ساندة فيها الحبيبات غلاق وحبيبات ارقاق فاحنا غنغربلوها ونخدمو غيس ساندة اللي لرقيقة يعني ما يعادل كاس واربع كانحتاج 80 جرام ديال الما اللي هي تقريبا فوق نصف كاس واحد شوية كنحركوا الكل جيدا ونحطوه على جنب قبل ما نردوه فوق النار غادي نضيف ربعا الورقات الجيلاتين كنرط بهم حكا فما اللي يكون بارد ما يعادل 13 جرام وكان وزن معاكم كيف ما غادي تلاحظو 80 جرام ديال بودرة ديال الكاكاو يعني كنأكد على الكاكاو يكون النوعية جيدة باش هكا كيعطيكم نتجة لك تكون زوينة والقراسجي لكم كيجي الامع ثاني نقطة فاحنا من بعد ما غنردوه في السيرو ديالنا فوق النار كنخلي واحدة كي يبدأ يعني كيوصل درجة الغلايان فاحنا كنحسبوله ثلاثة دقايق يعني فاشكي شكلنا فوقاعة اللي كبار وكنحيدوه مباشرة هنا بعد ما حييت الكريمة اللي سخنت مزيان كنضيف لها الكاكاو يعني كيولي على شكل باتها كما تخافوش منها كتضيفو علي السيرو اللي خدمته معاكم كيف ما غادي تلاحظوه وكنحاول ندمج الكل جيدا فهذا المرحلة إلا كان عندكم توفر الغليكوز ولا النباش فهو يعني الدور دياله مهم فهو كيح أطينا واحد الابريونس في القلاسج ديالنا يعني من الأفضل إلا كان متوفر أنا ما كانش عندي متوفر مع ذلك فالقلاسج ديالي جالامع وجاء نتيجة يعني دياله زوينة بزاف هنا كيف ما غادي تلاحظو فأنا دفتر بعض الولقات ديال الجيلاتين اللي هكا صفيتها من الماء يعني كنقطرها من الماء مزيان 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 وكندوذوها هكا يعني كنخلطه الكل جيدا إلا كان عندكم توفر الهند بلندر فأنتم ما قد تحنو الخاليط ديالكم يعني كتميكسيوه إلا كان ما عندكم متوفر أكيد كتصفيوه فقط بحل هات الشبكة اللي عندي أنا كتصفيوها كمنجوش حتى الستة المرات باش كل ما صفينا كل ما كتحيدو منه الفقاعات وكل ما كيعطينا نتيجة لك تكون زوينة وكيجي دياليس فهذا الأثناء أنا بعد ما صفيتو ثلاثة المرات فهنا ندير له فيلم أليمونتر اون كونتاكت مع الوجه ديالو وكنخلي حتى كيبرد فهو من الأفضل يل يخدمناه الليل قبل كيعطينا نتيجة لك تكون زوينة يعني بالأسود إلا كنتم مزروبين به فانتم فقط ساعتين ممكن تخدموا به مباشرة عكس يعني القلاساج الأبيض فهو كيحتاج وللوانات الأخرين كيحتاجوا أنهم يباتوا هكا باش كيعطينا نتيجة لك تكون زوينة هنا مبعد ما حضرت معكم القلاساج غنضوز باش نقطعوا لجينواز ديالنا كيف ما لحتو فجينوازة واحدة كنخرجوا منها ثلاثة ديال الطبقات اللي متساوين غادي نضوز باش نحضروا الكريمة الإنجليية باش غادي نحضروا لاموز ديال الشوكولاتة اللي غادي نحتاج فيها جوصفار ديال البيت مع مع القبار ديال السكر سانيدة مع قبصة ديال الملح الى لاحظة كنحاول نخدم معكم فقط بالملعقة باش هكا ما تقولوش ان الوصفارة هم عقدة وفيها هكا يعني فيها بزاف ديال المراحيل وفيها القرامات كنحاول نعطيكم شي حاجة اللي بسيطة سهلة وفي المتناول هنا ارقت يعني ولا ارتبت جوارقة ديال الجيلاتين كيف ما لاحظت اضفت عليها كميات الملحة مهمة بعد ما سخنت الحليب فانا كنضيفه مباشرة على اسفر ديال البيت وكندمج لكل جيدا كنردو فوق النار مع التحريك المستمر يعني من توقفوش في هاد المرحلة هاد يعني مني كنردو الخالد ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر هنا لاحظت انا بعد ما رجعته حيط يعني ما صورش معاكم حيط سبق لي صورت يعني بزاف لها الفيديويات قدي نخلي لكم الروابط كنضيف لها مئتين جرام ديال الشوكولات غيش اسود يعني النسبة الكاكاو كتكون يعني من خمسة لفوق يعني كيعطي واحد النتيجة اللي يز وينا وواحد المعداق اللي رائع بزاف بزاف هنا كيف ما غاليتلاحظو غدي نخلي الكريمة ولا الكريمة الانجليزية ديالي بشكلات على ما كالدفاق يعني كنضيف لها نرجل ورقات الجيلاتين وكنخليها اعلى جنب وغادي ندوز نطرب معاكم 320 جرام ديال الكريمة السائلة اللي كنطربوها كميمونتي وعد كنبدأ ندمج الكل معا بعد يعني دائما بحركة دائرية من السحت اللي الفوق يعني بحركة دائرية وكنخلي والكريمة ديالنا ما تكونش ما كنتلعوها شقها بزاف بزاف من الافضل ان الكريمة وطلعوها يعني فقط نصف طريبة هكا كطلع عنا واحد شوية وبعد كندمجوا معاها الخليط ديال الكريمة الانجليزية بالشوكولاتة اذا ما تمشيوا فين خليكم معايا باش هكا تشوفوا جميع المراحيل وجميع النصائح اللي غادي نعطيكم باش تنجح معكم ان شاء الله الوصفة من اول تجربة موسيقى ما كاتلاحظوا متابعين الاوفياء بعد ما كملت الكريمة الانجليزية بالشوكولاتة هكا ودمجتها معا موسلي طربت معاكم فانا دائما بحركة دائرية كنكمل جميع الكمية اللي عندي واحد النقطة غا نشر لها ممكن انكم منافذ الوصفة تستغنوا نهائيا يعني بصفة نهائية على الجيلاتين ولا ممكن تستعملوا ورقة واحدة لاننا مستعملين كمية مهمة لالشوكولات غيش راه بوحده غادي خلينا لاموز ديالنا شادة وعاقدا زيان يعني انا شديت الاطار ديالي يعني ممكن تستعملوا الدائرية مربع اللي كيرت ترتاحوا فيه ومن بعد كاتلة فيلمي وهكا فيلم ألي مونتر وممكن تستعملوا كما سبق لي مونتيت معاكم يعني القاطوية اللي سبق هكا بالمقلوب كيف ممكن تستعملوا بها الطريقة هكا حتيت الطبقة ديال لاجينواز بالكاكاو من بعد حتيت عليها كمية من الكريمة ووزعتها يعني بشكل عادي فقط انكم توصلوا الكريمة للجناب مزيان باش مني كتجيو تكلاسيوها القاطو ديال كي يجيكم هكا فيني وزوين فأنا الطبقة المقرمة شعودتها معاكم بالقرقاء كيف ملاحظوا اللي خديته وصهدته وهاشيته في الهاشوار وحصلت علي الى الشكل هذا من بعد كندير واحد الكمية اللي مهمة وكندير طبقة ديال لاجينواز كنسقي بالحليب كيف ممكن انكم ديروا السيرو تسقيوا به وديروا في لغم ديال الكراميل فهو كي يجيزوين بزاف هنا او ثاني كنضيف الطبقة الاخيرة وغادي نضيف واحد طبقة يعني كنسقي بالحليب غادي نضيف الكمية ديال الكريمة المتبقية وغادي نحاول هكا اللي يسي مزيان فبالنسبة يعني للطبقة الاخيرة فضروري انها هكا تكون مفينية يعني كنأكد على هاد النقطة اللي بغا انه تكون عنده ولا يكون عنده القاطو ديالو مفيني مزيان ممكن انه يمنطيب المقلوب هكا وكيفيني القاطو ديالو مزيان هنا كيف ما غادي تلاحظوا فانا حاولت ما امكن انا ننفيني هكا بش يجيني الوجه ديال لغا طو ديالي مستطحة كوي يزوين بزاف يجي ليس يعني كل ما كانت الكريمة كنقلكم تكون هكا لاموز ديالكم معاقداش بزاف فهي كتعطيكم واحد نتيجة ليزوينا وكتساعدكم وكيف العادة فانا اكيد كنرحب للناس لي الله كيلتحقوا بالقناة كنقلكم مرحبة والف مرحبة بكم كنتمنى المحتوى يكون كينال اعجاب ديالكم وكيروقكم مع بعض غادي ندوزو باش نحضر النوغة اللي سبقلية درجت معاكم في الصابلي ديال النوغة اللي كنحتاج فيه 50 غرام ديال زبدة 50 غرام ديال غليكوز 50 غرام ديال سانيدة ومياز غرام ديال كونكاسي سواء لوز ولا الكاوكاو ولا ايفيلي ولا اللي عندكم متوفر كنردو كل فوق النار اللي كتكون متوسطة حتى يندمجوا لنا مع بعضياتهم كنخليو الخليط ديالنا حتى يشد راس واحد شوية ومن بعد فنشكلوه كيف مما بغينا فبالنسبة لي انا درتو ما بينجوج بابي كويسون وصرحتو هكا ودخلت الفران حتى طاب مزيان مزيان ومن بعد غادي تلاحظو كيفما غنزين به غادي تلاحظو النوغة ديالي كيجات في شكل نهايي هنا من بعد ما خليت القاطو ديالي ليلة كاملة في المجمد فانا خليتو تقريبا مايو عدى 14 ساعة من الافضل ان القاطو ديالكم يبات حتى تكون جميلة مزيان 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 من بعد فقط كندوزو يدينا بجناب ولا نديره السوشوار ونحاولو بشي من ديال كنبلو هكا بما يكون دافئ وندوزو في جناب ونحاولو نحاولو نحيدو السلوفان كنفيني وجناب ونردو القاطو ديالنا يعني كنغلفو بلاستيك ونردوه المجمد على ما كنسخنو هكا القلاسات ديالنا هنا كيفما غادي تلاحظو اخذت القلاسات ديالي من بعد ما كنديرو المعلقه وكنتستيو هكا القلاسات كيبقى شدنا على المعلقه يعني ما كيكونش خفيف بزاف وما كيكونش تقيل من بعد كان قلاسي القاطو ديالي مزيان وكناخد السوشوار هكا ودروري ما هاد النقطة باش ما كتبقناش وحت تبقى ليسمي كامل وجه ممكن انكم دوزو فقط سباتيول وتفينيو هكا يعني ما كنتشي اشكال من بعد كان بدنا نحيي تجنب بالموس ولا بسباتيولة وكنزين كيفما غادي تلاحظو معايا بفيرميسيل هكا في الضوغة ولا في الدهبي كيفما كان إلا كان عندكم متوفر فقط الملوين فانتوما كتبينيو بيها كالراسكم هنا اخذت القلاسات ديالي وحطيت عليه القاطو يعني باستعانة ديالسبات سباتيولة يعني بكل سهولة يعني ما غايمحنكمش نهائيا فأنا حالت نخلي لكم المقطع كاملة باش ان شاء الله ينجح معاكم الوصفة وللقاطو اللي حضرتوه لوليداتكم مناسبات وليكم من دليما لا هنا اخذت دمج ما بين حاسي وما بين ضوغي وهكا واخذت هذه القطعة الدائرية كيف ممكن تستعملوا قطعة مربعة هنا اخذت واحد جد طريفات وثلاثة ديال النوغة اللي حضرت كيفما لحتم معايا فأنا مصورش معاكم جميع المراحل ديال النوغة هاكا وكان غرز هاكا فلقاطو ديالي بشكل اللي هو حشوائي ومن بعد زينت هنا بقشور ديال الدهاب مع كويرات هاكا وشوية ديال الشكلات لاحظوا معايا ان القلاسات كيجي لامع بزب 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 كيجي يعني رائع ان شاء الله الوصفاتكو لنا للإعجاب ديالكم وورقتكم وكيف العادة كنرحب بالناس ليالله نضموا القناة باش يشتركوا في القناة والضغط على زر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بارتاجي ولاشين مع الاهن والأصدقاء ولمعارف ديالكم هكذا كتحفزوني يعطيكم وصفات لك تكون سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت بريستيج وفي المتناول وكيف العادة ما تنسوش بارتاجي الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء وكيف العادة دومتم في رعاية الله وحفظه إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله